اذكر الناس بما جرى في مسجد الروضة تلتمية وخمسة مصلي منهم سبعة وعشرين طفل تلتمية وخمسة في مسبحة هزت العالم لكنها لم تأخذ صدى ما جرى في نيوزلندا ليه؟ بنحذر وبنقول بأن هناك إرهاب لا فارق لدي بين هذا المتوحش الذي الإرهابي القاتل اداموا في نيوزلندا وهؤلاء الإرهابيين القاتلة الذين قتلوا الأبرياء وهم يصلون في مسجد الروضة كيف تحكمون؟ لماذا لم ينطفد أردوغان وشركاء أردوغان على ما جرى في مسجد الروضة لماذا لم يبكي على الأطفال السبعة وعشرين وبكى فقط على هؤلاء في نيوزلندا التوظيف السياسي للحوادث والأحداث هو العنوان التوظيف الحقير التوظيف الرخيص لهذه الحوادث يتحدث الإخوان ويقولون أتتذكرون عندما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال ركزوا على المساجد الرئيس بيتحدث وبيتحدث الآن وسيتحدث غدا بأن قضية الإرهاب قضية كونية قضية عالمية قضية بتمثل جلطة في شريان الإنسانية بشكل واضح وكان بيحذر من الأفكار والأراء اللي بتخرج آراء وأفكار مشوهة مشوهة موجودة في كل مكان سواء هنا أو هناك في مسجد أو في كنيسة نحن مع الإنسانية مع الحرية مع حق ندماء الناس نحن بنبحث عن حرية الناس عن أن يعيش الناس في مأمن من التهديد بالقول واللفظ لكن هؤلاء الجدل والرأي والرأي الآخر الاحتدام فقدان فقدان الإنسانية بسبب أفعال هنا وردود أفعال هناك في كل أحوال لا نملك إلا أن نعزي أنفسنا على كل شهيد على كل جريح على كل مواطن في العالم بصرف النظر عن ديانته مسلم كان أو مسيحي أو يهودي أو لديني فهو إنسان في النهاية نحن لا نتعامل مع الناس على أساس هوياتهم الدينية أو جنسياتهم لابد أن نتعامل بشكل إنساني هكذا كان الدين ترجمة نانسي قنقر